أصنع أول خطوة خالص في التراي لامينار ديسك نعمل إيه يا شباب النوتو كورد إيه رأيكم؟ ماشي يا دكتور حسين إن شاء الله نزبط في كتاب الأسئلة النوتو كورد النوتو كورد ديفولوبمنت علشان السؤال الجامد اللي مروان سألهلي من شوية إيه هو النوتو كورد ده الأول النوتو كورد ده يا شباب هو ده التمبوراري أجزي الاسكيلتون of the embryo معناها الهايكل المحوري المؤقت للجنين which will be replaced by the vertebral column in the future هيتم استبداله بالعمود الفقري اللي هو الpermanent exhale الاسكيلتون في المستقبل وهنعرف النهاردة إزاي هيتم الربلاسمنت ده النوتو كورد ده يا شباب بيبدأ by proliferation of the primitive node cells البرمتف نود دي فكروني بيها كده كانت إيه البرمتف نود دي؟ دي كانت الكرينيال اند بتاعت البريمتف ستريك كانت الكرينيال اند بتاعت البريمتف ستريك كانت thickening of the epiblust cells هيحصل منها proliferation of cells يعني الخلايا بتاعتها تتكاثر عشان تديني solid rod of cells هتديني عمود صلب من الخلايا اللي باللون الاسود ده عمود صلب من الخلايا بسميه notochordal process يبقى هذا الوتد اللي باللون الاسود اسمه notochordal process عبارة عن إيه يا دكتور ده؟ ده عبارة عن تكاثر من خلايا البرمتف نود هي إيه البرمتف نود دي؟ ده تكاثر خلايا epiblust كانت cranial end of the primitive streak إيه ده يا دكتور؟ نحن سمعين كلمة بريمتف نود وبريمتف استريك هي الحاجات فعلا ماشي hand in hand مع بعض أيوة ماشي hand in hand مع بعض وهنشوف animation بعد ديقتين بس يعرفك إن الحكاية ماشي hand in hand مع بعض طيب ماشي بينمو يعني بينمو نحية رايح للأوروفارينجل منبرين رايح نحية راس البيبي زي السهم ما هو بيقول كده رايح نحية راس البيبي كده تمام؟ وفي نفس الوقت بيبقى ماشي في الميدل لاين between the ectoderm and the endoderm يعني بيبقى موجود بين الاكتودرم فوق والإندودرم تحت يبقى إذن هو طالع من البرمتف نود وماشي في نص البيبي بالزبط بين الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت بين الدورسل لير and ventral layer وبينمو in acranial direction يعني بينمو ناحية راس البيبي زي التجاه السهم اللي انت شايفينه ده growth in acryphalic direction تمام؟ طب فيه إيه كمان يا دكتور؟ بص بقى إيه اللي هيحصل احنا خدنا section في الصورة اللي فاتت دي الصورة دي يا أولاد كانت عبارة عن إن أنا بصص على البيبي من فوق ومش شايف حاجة بقولك إن تحت الطبقة الزرقى دي فيه process كده أو فيه عمود بينمو طب نبص بقى كده عليه في الsection اللي جاي ده أهو قادي الابي بلاست سلزة أو الاكتودرم اللي باللول اللي زرق فوق زي ما احنا متعودين اللي باللول الصفر اللي تحت ده هي الهايبوبلاست سلز ده كان مكان البرمتف نود أو البرمتف بت اللي قامت مديان البروسس اللي باللول السود ده اللي اسمه نوتو كورد بين الاكتودرم فوق والإندودرم تحت ماشي يا شباب وقام عام النمو in acranial direction ماشي كده ان شاء الله هيبقى فيه تسجيل يا دكتور كامل ما تقلقش كل اللي انتو عايزينه موجود زورونا تجدوا ما يصركم خلاص نصبر على السلايد شوية هتزهر remember بقى بص انا بقول لك remember باللول اللحمة عشان لو كنت سرحت remember the presence of the primitive bit remember the presence of the primitive bit لاحظ وجود البرمتف بت ايه البرمتف بتدي يا ولاد؟ انت يا ولاد ايه البرمتف بت دي؟ البيت دي يا دكتور كانت النقرة اللي موجودة في البرمتف new كانت أيها حفرة كده برافو عليك take on كانت النقرة اللي موجودة في البرمتف نود حلم طب انت بتقول لنا كده لي يا دكتور قلت لك خلي بالك هذه الحفرة أو هذه النقرة اللي موجودة في البرميتف نود هتنزل وتكمل وتعمل لي كنال اسمها نوتوكوردالكنال اسمها ايه نوتوكوردالكنال تمام هتمشي انتيريول هتمشي انتيريول ليه تعمل ايه هتعمل تقوير او تجويف النوتوكورد هتقور النوتوكورد من جوه بالبلد كده زي ما تجيب كده كوسة لو حد من نوكو بيساعد ماما يعني البنات بالزار في عمال المحشي بيقوروا كوسة كده بمقورة صح اهي البرميتف بت دي هتنزل كنال كده او خناه او تجويف يقور النوتوكورد هتخلي النوتوكورد عامل زي البتنجان المطول او الكوساية المقورة طيب وايه كمان النوتوكورد ده الكنال دلوقتي is connected to the amniotic cavity صح بفكرك تاني التجويف اللي فوق لها الابي بلاست ده اسمه ايه ده كاترة كلنا نكتب عشان نصح صح هزا التجويف اللي فوق الابي بلاست اسمه ايه اسمه amniotic cavity لما البرميتف بت دي النقرة دي او الحفرة دي انزل بيها بقناة واعمل تجويف او تقوير للنوتوكورد يبقى معنى كده ان النوتوكورد من جوه القناة اللي جوهه متوصلة بالامنيوتوكابيتي صح ايوة دكتورة صارة تحت البرميتف استريك فيه نوتوكورد في كل حاجة ماشي يا شباب حال طب هيحصل ايه بعد كده يا ده كاترة ايه ده ايه ده ايه ده ده حصلت حاجة وحشة قوي حصلت حاجة وحشة قوي ايه اللي حصل النوتوكورد الاندودورم البيليت هيتكون بسبب ان هيحصل فيوجن بين الفلور في ذا نوتوكورد والاندالينج اندودورم انا هنا خدت كاتسكشن وبصيت عالصورة اللي تحت دي تمام انا خدت كده كاتسكشن وبصيت عالصورة اللي تحت دي قطعت كده فقادي ده الايه ببلاست فوق صح وقادي الاندودورم تحت او الهايبو بلاست وقادي النوتوكورد اللي انا قورته قال لك خلي بالك الفلور بتاع النوتوكورد الكنال الارضية بتاعت النوتوكورد الكنال هتظهر يا دكتورة قادي الوقت صبوري بس شوية على ما تحمل عندك هتظهر الفلور بتاعة النوتوكوردال كنال هتتوصل بالإندوديرم هتعمل لي حاجة اسمها نوتوكوردال بليت هتعمل لي حاجة اسمها إيه نوتوكوردال بليت أو نوتوكوردال إندوديرم البليت طب التوصيلة السودا دي هتعمل إيه في الآخر هتعمل حاجة وحشة قوي الأرضية والفلور بتاعة النوتوكوردال هتتفتح زي كأنك كده وانت بتقور الكوسة المقورة كانت كبيرة شوية فهامتها تقوم كسرة الكساية من تحت او البيتين جناية بس البيتين جناية مش بيتكسر عشان بيبقى مش ناشف لكن الكوسة ناشفة تفتح المقورة كانت كبيرة شوية على الكساية فقامت مفتوحة من تحت هبا بعد ما تفتحت من تحت هيحصل ايه بريكنج داون اف ذا نوتو كوردال بليت تو فورم ذا نيورو انتريك كنال ذا نيورو انتريك كنال ايه ده دا كده يا شباب بقى فيه قناة موصلة الامنيوتي الكابيتي اللي فوق باليوكساك اللي تحت يعني القناة اللي اما اوورت بها النوتو كورد دي الارضية بتاعتها تفتحت فعملتنا حاجة اسمها نيورو انتريك كنال فبقى فيه وصلة دلوقتي بين الامنيوتي الكابيتي وبين اليوكساك طب دا ينفع هل دا ينفع نظريا ومنطقيا ان انت الامنيوتي الكابيتي بتاعك يبقى مفتوح على اليوكساك بتاعك هل الامبرو هيكمل بالطريقة دي جو علي يا ولاد هل ينفع الامبرو يكمل بالطريقة دي لأ ومال ايه اللي هيحصل بص بقى ايه اللي حصل هنا بص بقى ايه اللي حصل هنا الديفنتف نوتو كورد هيتكون بعد كده الجزء اللي فاضل من الكساية هيعمل لي الديفنتف نوتو كورد اهو انا هنا واخد cut section ومال الارضية اللي كانت فتحة على اليوكساك دي هيحصل فيها ايه هتتسد 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 ازاي دا كترة الاندوديرم اللي تحتيه هيقوم كابر تاني هيحصل له reconstruction تاني عشان يقفل الروف بتاع اليوكساك ومرة اخرى ينعزل الامنيوتي عن اليوكساك اللي تحت ماشي يا شباب طبعا اعتذر عن الصوت اللي انتو سمعينه دا انتو عارفين ان فيه دعايات انتخابية في كل محاضرة بيبقوا عارفين ان انا online فبيجوا يعملوا دعاية انتخابية عشان تروحوا تنتخبوا الناس انتو ولك الدكتور احمد عنده محاضرة online فالناس ملمو ما حواليه ننزل نسمعه شوية اغاني من بتاع الانتخابات ماشي يا شباب طيب يلا هم هقولي الحتة دي تاني بس بعد الناس دي ما تمشي يا دكتوراه الاسراء بص يا دا كترة نرجع تاني للصورة اللي هي longitudinal section الحمد لله اتوكلوا على الله يا شباب اتوكلوا على الله بق بص الحتة دي تاني longitudinal section ايه الحكاية من اولها دكتوراه الاسراء الحكاية ان انا عندي البريميتف نود كانت في الكريني الاند اوف ذا بريميتف استريك كانت في الكريني الاند اوف ذا بريميتف استريك تمام بدأ من عندها النوتو كورد خلي بالكو النوتو كورد صح ما هوش تحت البريميتف استريك لا دا بادئ من رأس البريميتف استريك وانت طلع لفوق عشان في دكتور كان سألني سؤال دلوقتي في وسط الزحمة كده ودحك علي واخد مني اجابة سريعة تمام النوتو كورد يا دكتوراه بدأ من عند كريني الاند اوف ذا بريميتف استريك وطلع لقدام يبقى ما هوش موجود تحت البريميتف استريك ولا حاجة لا دا فوقي تمام اباف ات نوت اندر ات لانه بيبدأ منين يا دكتوراه بيبدأ من عند البريميتف نود اللي هي كريني الاند اوف ذا بريميتف استريك ماشا شباب حلو البرميتف نود دي عامت مدياني بروسس ادتني كوساية كده اسمها نوتو كوردال بروسس البرميتف نود انا عارف لما درست السلايد اللي فاتت اللي هو المايجريشن والكلام ده عرفت اني حصل فيها نقرة اسمها بريميتف بيت حصل انفاجينيشن فيها فعملت الحفرة اسمها بريميتف بيت البرميتف بيت دي هتكمل الحفرة بتاعتنا جوه النوتو كوردال بروسس يعني هتقور النوتو كوردال بروسس كأني بأور كساية بالضبط فهعمل قناة اسمها نوتو كوردال كنال النوتو كوردال كنال دي مع الوقت الفلور بتاعتها تتكسر الفلور بتاعتها تتكسر فهيتفتح النوتو كوردال كنال دي على اليوكساك تحت فبقى فيه connection بين الامنيوت الكافيتي فوق للنوتو كوردال كنال لليوكساك تحت زي ما أنا ماشي بالسهم كده شايفين السهم الحلزوني ده اهو 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 هيحصل ايه بعد كده الخلايا بتاعت الاندوديرم اللي تحت هتعمل reconstruction لنفسها تاني وهتقفل القناة اللي انت فتحتها دي وهيبقى دلوقتي هيحدث انفصال تاني بين اليوكساك وبين الامنيوت الكافيتي البرميتيف استريكا وعدة كاتر في المنطقة دي ودي مكان البرميتيف نوت ماشي دخل حصل البرميتيف بيت والبرميتيف نوت داتني بروسس اسوي دهو اسمه نوتو كوردال بروسس هانمو ناحية راس البيبي لقدام هيظهر البرميتيف بيت اللي هي الحفرة هتنزل تعمل النوتو كوردال كنال اللي هي التأويرة اللي جوه كوساية بعد كده الارضية بتاعت الكنال دي هتتفتح فهيحصل وصلة بين الامنيوت الكافيتي واليوكساك اهي مش هنفضل كده في الصورة اللي بعدها هيحصل ريكون استراكشن لل اندوديرن اهو افلوا شوية الخلايا اللي هتفضل من غير تأوير هي اللي هتعمل الديفينيتيف نوتو كورد هتلم نفسها وتعمل الديفينيتيف نوتو كورد بعد كده الخلايا هتتقفل من فوق والخلايا هتتقفل من تحت ويظهر في الاخر انه تكورد البروسيس ده عبارة عن بروسيس موجود في منتصف الجسم بالزبط بين الاكتوديرم فوق والاندوديرم تحت يمتد من البريميتف نوت الى الباكوفارينجان من برين تمام اهو 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 برافو يا شباب اتفعنا ان الاندوديرم اللي تحتيه هيبقى ريكو نستراكت التاني ويقفل اليوكساك ويتم فصل اليوكساك مرة اخرى عن الامنيوت الكافتي فوق اظن الموضوع واضح جدا ومش محدد انا اقول لكم كوسة وانقور الكوسة يعني مش عارف اقوليه تاني طيب فيه بقى فكرة صغيرة كده قالك as mentioned before as mentioned before تمام النوت كورد will be replaced by the vertebral column صح اللي هو الpermanent axial skeleton امال النوت كورد ده لما يختفي ايه اللي هيتبقى منه هيتبقى منه يا شباب جزء من الانتر vertebral disc ايه ده يا دكتور اما تاخد الانتر vertebral discs في الثوركس ان شاء الله هتعرف ان دي فقرة يا فرتبرة بين كل فرتبرة وفرتبرة فيه قرص زي ده اللي هو ديسك بتاعنا الغضروف اللي جبنا سرته في الانتروداكشن زمان الغضروف ده فيه حلقات داير ما يدور كده من الفايبرستيشو اسمعها أنيولاس فايبروزز يعني الحلقة اللي فيه وفيه مادة جيلاتينية كده عاملة شبه الجيلي في النص اسمعها نيوكلياس فالبوزز ايه نيوكلياس فالبوزز دي دي اللي بتنتص الصدمات اللي بين الفقرات وبعضها عاملة كوسائد عاملة زي الجيلي كزي الجيلاتين كده مادة جيلاتينية هيا ديها شباب بقايا النوتو كورد ده البروسيس بتاعنا يعني النوتو كورد ده كان طلع ربنا سبحانه وتعالى طلعه عمود عمود كده مطيول بين الاكتودرم فوق والاندودرم تحت بطول البيبي على بطنه لسه يعيني لحول الله ولا قوة واقبار عن ديسك ليه عشان يحجز مكان يبقى قالب يتبني عليه الفرتبرا الكولم او الديفينيتيف او البرمنانت اجزي الاسكيلتون وسبحان الله بعد ما تتكون الفقرات حواليه في المنتصب بالزبط البقايا بتاعته تتكون النوكلياس فالبوزز ماشي يا شباب يبقى النوتو كورد ده ما بيعملش فرتبرا الكولم من خالص عمود مؤقت في وسط جسم البيبي في الميدل لاين حاجز مكان الفرتبرا لما تيجي تتكون حواليه قالب ماشي يا دكتور قالب بس قالب ماشي شوي لانه بيختفي جزء منه كتير خلاص علشان كده بمنتهى البساطة العمود الفقري بتاعنا في نص جسمنا العمود الفقري بتاعنا فين في منتصف الجسد طب ممكن نبص بصة كده على أنيميشن سريع يعرفك ازاي النوتو كورد بيطلع في نفس الوقت اللي الميزودرم فيه بيشتغل علشان كده النوتو كورد في المكان ده ما بيبقاش فيه ميزودرم بيبقى فيه عمود بين اكتودرم وإندودرم بس بصوا في الصورة دي المنظر اكتودرم فوق مغطي البيبي كله إندودرم تحت مغطي البيبي كله في النص فيه نوتو كورد فتلاقي الميزودرم على جانباي النوتو كورد بسبب ايه بسبب اللي هنشوفه حالا في الفيديو وياريت يا شباب مش هنعمل انترابشن بعد ما نرجع من الفيديو إلا هيبقى عنده مشكلة في الفيديو أنا آسف دي حاجة مش بييدي يبقى يرجع لها في الريكورد بتاع المحاضرة تاني إن شاء الله هنقوم عاملين ايه فين البلاي لست بتاعتنا فين البلاي لست بتاعتنا البلاي لست فين اه اه بسم الله الرحمن الرحيم النوتو كورد اهو النوتو كورد ربنا معاكو يا دا كاترة بريمتف استريك بريمتف نود اكتودرم اللي بلوله ازرق شلنا الاكتودرم فظهر قدامنا الميزودرم بالاحمر والاندودرم بالاصفر كله بيكبر مع بعضه هتلاقي النوتو كورد البروسيس اللي بلاخدر طلع علشان كده مش هيبقى فيه ميزودرم في مكان النوتو كورد يبقى النوتو كورد مش تحت البريمتف استريك دا فوقي ماشي يا شباب حلو قوي جميل جدا بيتكون ازاي بقى يا شباب ايه الخطوات التفصيلية اهي سجد الفيو بالطول وكات سيكشن بالعرض اتفرجوا بقى وربنا معاكو عشان رايح سوتي شوي قادي النوتو كورد الكنال المقورة اللي اشتغلت اللي بلوله بيدي اهي بعد كده هيحصل بريك داون للفلور قادي البريمتف بيت عملت كنال قاورت النوتو كورد اللي بلوله اخدر حصل بريك داون للفلور فحصل وصلة بين الامنيون واليوكساك تحت حصل وصلة بين اسمها نيورون تيريك كنال اسمها ايه نيورون تيريك كنال فبقى الامنيون الكافيتي متوصل باليوكساك طب هيحصل ايه بعد كده هل هنفضل كده لا مش هنفضل كده ابدا الاندودرم اللي تحت هيحصله ريكونستركشن تاني الاندودرم اللي تحت هيحصله ريكونستركشن تاني او هنا بيقولك انه فيه connection فوق بتحته عن طريق نيورنتريك كنال هيحصل ريكونستركشن ريكونستركشن of the اندودرم ريكونستركشن of the اندودرم هب افلنا بقى ده definitive not accord بقى ده مين واللي بالحمر ده الميزودرم اللي هيضغطة دلوقتي بالاكتودرم تاني ونرجع زي ما كنا اوكي